السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتطرق اليوم في فقرة جديدة بعنوان باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولباسه حدثنا محمد بن حميد الرازي أنبأ أبو داود الطائلسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالأثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه وهذا الحديث صحيح ما عدا الفقرة الأخيرة منه وهي من زعم أن النبي له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه ثلاثة وهدي ثلاثة هذه زيادة ضعيفة عن الحديث حدثنا أيضا عبد الله بن الصباح الحاشمي البصري حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حدثنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالأثمد ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين ما معنى الأثمد؟ الأثمد هو حجر يكتحل به ويطحن وهو أيضا يقوي البصر حديث صحيح آخر هو حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر حديث أيضا حدثنا فيه قتيب بن سعيد قال بشر بن المفضل عن عبد الله عن ابن عثمان ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الأثمد يجل البصر وينبت الشعر حديث آخر هو حدثنا إبراهيم ابن المستمر البصري حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر أما في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا محمد بن حميد الرازي أنبأنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص والقميص هو اللباس الذي له قمان ويحيط بالبدن وهو الثوب أيضا حدثنا علي بن حجر حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص القميص حديث مكرر ولكن باختلاف الراوي حديث آخر أيضا حدثنا فيه زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص وقال أبو عيسى هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد فيه الحديث عن أمه وهو أصح حديث آخر وهو حديث ضعيف حدثنا فيه عبد الله بن محمود بن الحجاج حدثنا معاذ بن هاشم حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرم العقيلي عن شهر ابن حوشب عن أسماء ابن بنت يزيد قالت كانكم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ والرسغ أي لا طويل ولا قصير حديث آخر حدثنا فيه أبو عمار الحسين بن حريت حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة ابن عبد الله بن قشير عن معاوية ابن قرى عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبائعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم وقميصه مطلق أي بدون زر أو كان مفتوح الزر وجيب القميص هو فتحة القميص حديث آخر حدثنا فيه عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلم عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلي بهم فصل بهم وثوب قطري هو ثوب فيه حمر وكان يصنع فيه البحرين القديمة أو دولة قطر قديما قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى ابن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه فقلت حدثنا حماد بن سلم فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه حديث آخر حدثنا فيه سويد بن ناصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نظر عن أبي سعيد الخدري قال كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه وعمام أو قميص أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له وإذا في هذا الحديث معنى إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا حديث آخر حدثنا فيه هشام بن يونس الكوفي ابن بأنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نظر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حديث آخر حدثنا فيه محمد بن بشار عن بأنا معاذ بن هاشم حدثني أبي عن قدادة عن أنس بن مالك قال أنا أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه هو الحبرة ما معنى الحبرة الحبرة هي ثياب من اليمن تصنع من الكتان أو القطن وهي غالية الثمن حديث آخر حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا فيه عبد الرزاق أنبأنا فيه سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة ومعنى هنا بريق ساقيه البريق هو لمعان الساق أو البيض حديث آخر حدثنا فيه علي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه ومعنى جمته وهو ما يصل إلى شحمة الأذن أو أن منكبين حديث آخر حدثنا فيه محمد بن بشار حدثنا فيه عبد الرحمن بن مهدي أنبأنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبيه رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخدران ومعنى بردان أخدران أي ثوبان فيهما خطوط خضرة حديث آخر ولكنه حديث ضعيف حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدته دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانت بزعفران وقد نفطه وفي الحديث قصة طويلة معنى أسمال مليتين أي لباس أو رداء حديث آخر حدثنا فيه قطيبة بن سعيد حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم ومعنى عليكم بالبياض أي اللباس الأبيض وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللباس الأبيض حديث آخر حدثنا فيه محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شؤبيب عن سمر بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبسوا البياضة فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم حديث آخر حدثنا أحمد بن منية حدثنا يحيى بن زكري بن أبي زيائد حدثنا أبي عن مصعب ابن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دات غادات وعليه مرط من شعر أسود ومعنى مرط هو كساء من صوف وهو يستخدم للإزار وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القميص وهو الجلابية الآن وأيضا لبس العمامة والرداء والإزار وكل هذا كان من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث آخر حدثنا فيه يوسف بن عيسى حدثنا وقية حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين والجبة الرومية هي لباس معروف وهو مثل ما يلبسه علماء الأزهر الآن وعلماء العراق ولبنان ولقد لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهي كانت ضيقة الكم حديث آخر حدثنا قطيب بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوباني ممشقان من كتان فتمخط في إحداهما فقال بخ 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 مخشيا عليه فيجيء الجائي فيضع رجله على عنوقي يرى أن بيج جنونا وما بيجنون وما هو إلا الجوع في الحديث معنى ممشقان أي مصبغان بالمشقي وهو الطين الأحمر وهو ثوب فاخر من الكتان وبخ بخ كلمة قال عند المدح وعند الرضا وأبو هريرة تذكر كيف كان وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا وحاضرا هذا معنى الحديث وذلك في باب التحديث بنعمة الله فيضع رجله على عنقه أي يضعون رجلهم على عنقه حتى يفيق وهذا الحديث يوضح كيف كان حال الصحابة بعدما فتح الله لهم الدنيا من عدم تكبر وتعالي وتذكرهم بماضيهم وحاضرهم من باب التحديث بنعمة الله عز وجل حديث آخر حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضعف وقال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف فقال عفوا ولحم إلا على ضفف قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس معنى الضفف هي أي لا يأكل وحده بل يأكل مع الناس هكذا انتهت حلقة اليوم وفقرة اليوم على أمل أن نلتقي قريبا في حلقة جديدة وموضوع جديد بإذن الله